الحراك السني الجديد من أجل إقالة رئيس البرلماني محمد الحلبوسي بدأ مؤخرا يأخذ حيزه الجدي من خلال عقد الجبهة الجديدة اجتماعات مع قوى المكونات الأخرى الشيعية والكردية بهدف تحقيق التوافق اللازم لما تصفه بتصحيح مسار العملية التشريعية وإنهاء حقبة التفرد بالقرار البرلماني خلال هذه الفترة وحسب المعلومات التي لدي أجروا مجموعة من اللقاءات مع الأخوة الكرد وأيضا مع بعض الكتل الشيعية لكن تبقى مسألة التوافق والتقارب في وجهات النظر في المضي في عملية إقالة رئيس مجلس النواب الحالي السيد محمد الحلبوسي هذا الحراك فتح الباب أيضا لحراك أوسع مع ورود تسريبات من تلك الاجتماعات تتحدث عن طرح إقالة الرئاسات الثلاث في سلة تصويتية واحدة الوزن النيابي بدأ أضعف للسيد الحلبوسي في داخل قبة البرلمان لكن طبيعة المرحلة ووضعية المرحلة موضوع إجراء الانتخابات مواضيع أخرى متعلقة بدفع الكردية أيضا لتحرك بإيجابية لتمرير هذا الموضوع هناك رغبة لبعض السياسية أن تذهب بالسلة الرئاسية كاملة وكان الرئيس الجمهوري ورئيس الحكومة أيضا إذا كان هناك توجه وقدرة من قبل الجبهة العراقية على أن يكون هناك تحشيد بأغلبية أو بنصف زائد واحد في البرلمان سيكون هناك إزاحة لكن الإزاحة ستكون مشروطة بتغيير رئاسات الثلاثة وليس فقط السيد الحلبوسي وعلى ما يبدو فأن الجبهة السنية الجديدة جادة في حراكها من أجل انتزاع كرسي رئاسة البرلمان من الحلبوسي وهو الأمر الذي يتوقع مراقبون نجاحه في حال تمكنت هذه الجبهة من إقناع المكونات الأخرى من بغداد علي عبدالزهرة السومرية